هذا وتشهد القمة العربية أسانية والسلسون عودة العمل العربي المشترك والتكامل العربي لمواجهة العديد من التحديات التي تواجه المنطقة القمة العربية هذه المرة تختلف عن سابقها إذ تشهد مشاركة سوريا لأول مرة منذ 12 عاما كما تنقش القمة العديد من الملفات المهمة والذي يجعلها واحدة من أهم القمم أجواء إيجابية تشهدها القمة العربية الثانية والثلاثون التي تستضيفها المملكة العربية السعودية قمة تشهد طموحات كبيرة نحو عودة العمل العربي المشترك والتكامل العربي لمواجهة العديد من التحديات التي تواجهها المنطقة والتي تتطلب تكاتفا عربيا كبيرا ويعد عودة سوريا إلى الحضن العربي واستعادت مقعدها بالجامعة العربية بعد غياب لأكثر من عشر سنوات قرارا يحمل في طياته العديد من الأمال نحو توجه شامل لإعادة اللحمة العربية والتنسيق العربي المشترك وتتضمن القمة العربية الثانية والثلاثون جدول أعمال مزدحم يجعلها بامتياز واحدة من أهم القمم العربية خاصة في ترتيب البيت العربي الداخلي فضلا عن العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية وأعادة إعمار ما دمرته الحروب في اليمن وسوريا وحل لأزمة اللاجئين السوريين وعودتهم إلى ديارهم وحل أزمة لبنان السياسية والاقتصادية ويعد الملف السوداني واحدا من الملفات التي تطرح نفسها بقوة في القمة العربية حيث تتطلع الشعوب العربية بواجه عام والشعب السوداني على وجه الخصوص بأن تنجح القمة في نزع فتيل الأزمة الحالية التي تشهدها السودان وأن ينجح القادة العرب في إقناع أطراف النزاع السوداني بإعلاء مصلحة الوطن وحقن الدماء وتأتي القمة الثانية والثلاثون في ظروف إقليمية ودولية استثنائية ومستجدة فيما يخص العلاقات العربية البينية إذ إن الخلافات الخالجية قد انحصرت وتم طيها وذبت في شريان العلاقات الخالجية تقاربات دبلوماسية جديدة ما بين قطر والبحرين والسعودية وتم حل حالة كل الأزمات والعقد السياسية بين الأشقاء ترجمة نانسي قنقر